أتساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن دعوته للحوار الوطني التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أكد الرئيس السيسي أن مصر الغالية تمتلك من كافة العقول والكفاءات وصدق النواية وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وأملنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونكتمع على كلمة سواء مشيرا إلى أن تعظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة عززت ضرورة الحوار معربا عن تطلوه بأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات ودعا رئيس السيسي كل المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاح هذه التجربة الوطنية المحترمة وأقحم المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله أن يكالل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق اختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية من جلسات الحوار الوطني بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من أعضاء الحكومة بمشاركة أطياف المجتمع كافة جاء ذلك تنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي منذ انطلاقه وطيقة الحوار الوطني حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفاعلة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030 وخلال الجلسة الافتتاحية تم الحديث حول أسلوب عمل وتشكيل المحاور واللجان وأهم القضايا المزمع منقشتها بجلسات الحوار كما تم مناقشة مجموعة من الأولويات للدولة والمواطن المصرية من بينها العمل على إيجاد الوسائل الفاعلة لتحقيق تلك الأولويات قررت لجنة التسعير تلقائي لمنتجات البترولية زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي ثمانية جنيهات وخمسة وعشرين قرشا للتر كما قررت لجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند ثمانية جنيهات وخمسة وسبعين قرشا للتر البنزين ثمانين وعشر جنيهات وخمسة وعشرين قرشا للتر البنزين اثنين وتسعين وأحد عشر جنيه وخمسين قرشا للتر البنزين خمسة وتسعين وكذلك تثبيت سعر بيع طن المزوت لغير استخدامات الكهرباء وصناعات الغذائية عند ستة آلاف جنيه للطن وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء في ضوء زيادة الأسعار العالمية لزيد الخام والمنتجات البترولية وسعر الصرف الجنيه أمام الدولار دعت رئيسة الحكومة التونسية نجل أبودن إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة في مجال تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومرحلية بالإضافة إلى وضع خطة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجاهبة الشح المائي في تونس ودراسة المقترحات المقدمة من وزارة الرأي التونسية لتجاوز أو لتجاوز إشكالية الشح المائي في البلاد أفد ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القوات الروسية وضعت معدات عسكرية وأسلحة ومتفجرات في مباني قسم التوربينات بوحدة الطاقة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية والتي تسيطر عليها منذ أكثر من عاما وفقا لللجنة التنظيمية النووية للحكومة الأوكرانية وشدد ممثل الوكالة الدولية في تقرير لهم على أن القرارات والإجراءات غير الملائمة من قبل الجيش الروسي تعرض للخطر كل من موظفي المحطة النووية وسكان المناطق المجاورة وأكدت الطاقة الذرية أنه في حال حدوث أمر طارئ في زابوريجيا فإن العواقب لن تؤثر على أوكرانيا فقط لأنها ستكون ذات طبيعة عابرة للحدود رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 5% و 5.25% وقال الرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جورم باول بأن استقرار الأسعار من مسؤولية الاحتياطي الفيدرالي وأضف باول أنهم ملتزمون بإعادة مستويات التضخم في الولايات المتحدة إلى 2% وهو الهدف الذي لا يزال بعيدا مشيرا إلى أن واتيرة النمو الاقتصادية لا تزال متواضعة في الولايات المتحدة مشاهدين انتهى موجزات تاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل